إنسان بلا قيم هو كتلة من اللحم وهو ده اللي بيعمله الشزوز إن بيحاول الإنسان بلا قيم وعشان كده احنا لازم نتكلم عن مجموعة قرية مهمة في الأسرة زي قيمة الكرامة أول شيء لازم نعلمه لأولادنا في الأسرة قيمة إن الإنسان إنسان مكرم ولقد كرمنا بني آدم فيتعلم إنه من تكريم الله لي إن الله سبحانه وتعالى أمر بسطر العورات حفاظا على كرمته أنا عايز أقولكم حاجة احنا نكلم على كل الإنسانية ولذلك احنا مش منتكلم على إن بس إن الدين الإسلامي حرم الشزوز لها كل الأديان وإحنا عشان كده بنقول إن الشزوز ده لاجب إن الإنسانية كلها تقومه وده معنى إن احنا لازم نكرس معنى إن احنا نتكرس في أولادنا الكرامة إن احنا نكرس جوه أولادنا من هم وصغيرين لما يشوفوا أسرته دايما في ستر قدام بعض ويجينا بعض المتخصصين يكلمونا على إن انكشاف العورة أمام الأطفال ممكن يعرضهم إنهم يكونوا ضحية سهلة للتحرش بل خلاص في المصطلح إن كشف العورات قدام الأطفال نوع من أنواع التحرش ويجيوا يؤكدوا علينا الحرص على عدم إطلاع الأولاد على شيء من العلاقات الخاصة بين الأب والأم لأن ده بيسبب مشاكل كتيرة فالانكشاف المبكر ممكن يدفعه للفضول أو ربما يتحول لإدمان التلصص أو إدمان المشاهد الإباحية وربنا سبحانه وتعالى يحفظ أولادنا من كل ده أنا عايز أقول لكم حاجة أنا كتير من أصدقائي في كتير من الدول بدأوا يرجعوا عارفين بدأوا يرجعوا ليه؟ لأنه بيجبروا أولادهم دلوقتي في لعب الأدوار الرول بليه؟ إن هم بيعملوا إيه؟ إن الولد يختار إنه هو شاز الحكامة ما هيش فكرة إحنا تجوزنا فكرة إن الشيزوس فكرة الفكرة الشيزوس دلوقتي مشروع إغراقي للإنسانية ولذلك لابد إن إحنا نقوم بشكل واضح هذا المشروع عارف ليه؟ لأن هذا المشروع يفقد الإنسان هويته الإنسانية فيمكن أن يتلعب به من أقرب طريق ويسيبك من أي حد يقولك ما إحنا بنشوف الناس اللي هم عندهم ده ناس كيوت ولطاف ما بنتكلمش عن ده لا بنتكلمش عن ده خالص هنتكلم على إن الناس تشرع إن هذا أو تطربنا إن إحنا نطبع هذا اللي عنده ده هنتكلم بإزاي أنت عامل معاه بس أنت متحاولش أبدا ولا نسمح بأي حال من الأحوال إن حد يحاول يعمل تطبيع مع ما هو اسمه تطبيع برطة ما كل ده هو اسمه تطبيع لذلك الحفاظ على قيمة الكرامة ده أصل مهم في عفية الأسرة وأكيد أكيد أكيد الشجوز ما فيهوش كرام وذلك لازم يبقى فيه احتشام في الأسرة تاني قيمة قيمة المحبة فاكرين لما تكلمنا قبل كده وقلنا إن المحبة عبارة عن أربع حاجات الأمان والاهتمام والاحترام والتأدير أو الأربع حاجات دولة كفيلة إن هم يجعلوا الأسرة مرعية من أي شيء ومحصنة من أي شيء لأن الأربع حاجات دي لما الأولاد بيتربوا عليها بيتربوا على الأمان بيتربوا على الاهتمام بيتربوا على الاحترام بيتربوا على التأدير عيحبوا ويحترموا ويقدروا ويهتموا وكمان هويتهم الجنسية هتبقى عيحترموا هويتهم وهوية الجنسية للآخر ويقدروا نعمة الأنوسة ويقدروا نعمة الزكورة ويحبوا أدوارهم ويعيشوا نعمة النعمة اللي ربنا خلقهم عليها باتزان عجيب ليه بقى بنقول الكلام ده إن كتير من الدكاترة بتكلموا على إن نسبة كبيرة من الحالات اللي بتجيلهم وعندهم اضطراب في الهوية الجنسية كان عندهم مشاكل مع الأب أنا أقصر الأب هنا الأب الأب يا إما الأب كان غايب وأهملهم فما كانش عندهم ثقة بنفسهم وعندهم جوع عاطفي فممكن ده يكون عامل في ممارسة سلوك جنسي شاز أو إنهم يكون ضحية للتحرش خاصة لو ما كانش في حد بيعرض بيعرضهم لحنان بديل وبيعود دور الأب كمان لما بتغيب المحبة والاحترام من بين الأب والأم زي ما لما الأب يبص لمراته باحتقار ويعملها بعنف أو لو كانت الأم متسلطة بشدة فده ممكن يخلي الأولاد يكرهوا ويتهم الجنسية فلو كانت بنت تكره إن هي بنت عشان شايفة إن الأنوسة مهانة فتسترجل أو إنها تكره النموذج الذكوري من الأساس كمان لما ما يكونش في احترام للأولاد بيساعد في كره الهوية الجنسية زي ما نقول للبنت أنت بنت أنت ونتريع على مظهرها ونقول للولد أنت مالك كده ما يسكده ليه لما نعمل كده مع أولادنا ساعات بيقوله طب خلاص يستبيعه هي تكون تقوم بدور الولد ويحصل لها الاتراب في اللي هو هي الجنسية وزيك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا مبدأ مهم جدا نعيش به داخل الأسر هو غرس القبول لازم نتقبل أولادنا لما جي الأعراب لحضرة النبي فقال أتقبلون صبيانكم فقال صلى الله عليه وسلم نعم فقال فقالوا لكن والله ما نقبل أولادنا قال صلى الله عليه وسلم أأملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك عشان كده لازم نعمل الكلام ده يبقى أول حاجة لما اتكلمنا اتكلمنا بشكل واضح على إن احنا لازم بشكل واضح يكون عندنا اتزان لازم يكون عندنا محبة لازم يكون عندنا قيمة الاتزان